ازاي اعلم ابني موضوع السيلبلز ده اللي هو المقاطع الصوتية هارفوا ان السيلبلز ده بيبقى بورت فاورد جزء من الكلمة ولازم يكون فيه وان فاول ساوند يعني صوت من الاصوات المتحرجة طيب تعين شوف كده لو انا عندي كلمة وان سيلبلز بيبقى انا عارف ان فيها حرف واحد متحرج زي جام زي ستاب في هنا جام فيها الاي فاول طيب كلمة ستاب فيها الاو فاول يبقى ده وان سيلبلز طيب تعين شوف كلمة تو سيلبلز بقى انا عارف ان هي تو سيلبلز يبقى عندي تو فاول ساند يعني صوتين متحركين زي كلمة كارت 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 يعندي الاي فاول يبقى ده مقطع وعندي الاو فاول يبقى ده مقطع تاني زي كلمة وان دو وان دو عندي الاي فاول يبقى ده مقطع وعندي الاو فاول يبقى ده مقطع تاني طب لو عندي كلمة مكونة من ثلاث مقاطع صوتية اللي هو ثري سيلبل زي كلمة أك هدي حرف الأو هدي وان سيلبل تو هدي كده تو سيلبل عندي ليو باس يبقى كده ثري سيلبل يبقى عندي أكتبوس ثري سيلبل زلي عشان فيها ثري فاول سانت ثلاث حروف متحركة زي كلمة بانانا با هدي كده وان فاول يبقى دي كده وان سيلبل نا ادي كده تو فاول سانت يبقى تو سيلبل نا يبقى كده تالت حرف متحركة يبقى كده ثري سيلبل عرفنا ازاي هنفرق ما بين الوان سيلبل والتو سيلبل وثري سيلبل تنسيش تبعتي المامي اللي محتاجاها ويتكتبي لي كومنت حلو ودعوة حلوة تحت الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته